السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة بلوك لكم متابعي قناة زيب المغير اليوم تحت طلب عليهم الأخوات اللي غادي اللي بغاو العطرية دي الحريرة غادي نقدمو العطرية دي الحريرة وهذا نقدمو كذلك الحريرة المغربية الأصيلة فتبوا معي المقادر وطريقة تحت بنسبة التوابل دي الحريرة أنا غادي نجمعهم اليوم وحاد القرعة غادي نجمعوهم وهما سديدة كتفقد تاخد منهم القياس ديالها وقد ديرو في الحريرة ديالها اول حاجة غادي نديروها اه انا عندي هنا يعطي لكم المقوينات وغادي نعطيكم القياس بالعطار عندي هنا الخرقوم البلدي عندي لبزار او الفلفل اسود عندي هنا رقص بريابس مطحون وعندي الكوية وعندي كاباب طبكحال القرفة وسكنجبي هادو هما التوابل اللي كان دينا نطلع طريقة في الحريرة ديالي غادي ناخد القياس من كل حاجة غادي ندير جوج معالك كبار ديال في الخرقوم البلدي هادو السيدة تجمعوهم في قرعة وهكا الحريرة ديالها هكو دباء مقبلين عشاء الرمضان الكريم لتخرع النوضة الحوض السلامة السيدة توجدهم على تساة وفقرش يعني كل ساعات هز حط هز حط غادي ناخده عندنا جوج معالك كبار ديال الخرقوم البلدي جوج معالك كبار ديال القص بريابس مطحون القص بريابس ما يخليش نضخوص الناس لدي مشكلة مع المصرال ما يخليه لها والكروية ما يخليش نهائيا هاد المشكلة هاد سوف نأخذ معلقة الكروية الكروية معلقة ونصف معلقة ونصف فقط ثم نأخذ معلقة ثم نأخذ البصار حتى هو معلقة ونصف سوف نأخذ لكم مكونات المكتوب التحت معلقة الكبابة كي من هذه المكونات يستحسن ومن الأحسن أنها تأخذها على اليدها وتحملها وانتبق يوم الدرق سوف نأخذ جمع القول سوف نضغل سكين جبير سوف نأخذ مركز وهذا سوف نضغل الجدية سكين جبير من الاشيال سوف نرى الحريرة الحريرة المغربية سوف نضغل الوعية الكبير لان سكين جبير سكين جبير مطحون كل سير اللبدة الحريرة طريقة هي القرفة والحمد لله اجربها لبنات وعجبتهم فكرة معلقة القرفة في الحريرة كل في الأول التي لم تقبلها لكن من يسربها الحمد لله البنات اجبتهم فكرة بزدف وجيتهم الحريرة جيدة بزدف معلقة القرفة سوف تقريبا ان تكون شيء سوف نخلطهم جيدا ونقوم بفوحة القرعة ونقنز منهم مثلا انا عندي القياس سوف نقوم بمعرقة سوف نقوم بمعرقة ونصف في القياس الحريرة لكن السيدارة طبيعا تقوم بمعرقة الحريرة سوف نقوم بعمل فكرة اشترك يتم بمعرقة الحرير بالنسبة للحريرة سوف نحتاج لله بركة الله سوف نضع حمد لكم ولكن تحتاج لك حقيقة الحمد للحمد لله لقد وقوم بمعرقة الحمد للحم من جميع المدى سيحتاج من الأسلق حباك مطحوني تحنتهم منال لانها مطحشة طيبة تحنتها بالقشرة مع شوية ديال الماء عندي شوية ديال القرافس هنا عندي ربيع مخلط خصبره مع دنوس عندي زلافة ديال الحمص شوية ديال عدس قريبا 1 جوج معالق عندي معرقة كبيرة ديال معجن طماطم عندي شوية ديال السمن شوية ديال الملحة معرقة همص قريبا ديال عطرية ديال الحريرة وبالنسبة للحم لا يوجد حريرية ضرورية وانا يسبق لي وحضرت معاكم الحريرة بلا الحم يعني الجيل ديال مكونات عدو ما تحتاجوش نهائيا انكم تضيفوا لحم ندز على البركات الى التراكات هنا هدين ناخد ديال البصلة بالنسبة لك تصوروني وانا ما تديريش هذا ما تديريش الزيت نهائيا في الحريرة نديروا دقطة لا سواء زيت زيتون او زيت ناباتية ما تديرش نهائيا نضيفوا ديال المعلقة ديال السمن عندنا نخلي شوية ديال الكرافوس ما نضيفوش كامل له وراء الربيع نقص منه شوية شوية الربيع في الأول نضيف ونحتفضوا بالتالي هذا نحتفضوا به نضيفوش كامل لذلك نضيفوه من المعلقة ونضيفوه نضيفوه 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 في هذا الاحادي لا نريد أن تجمع الشرميع تقوم بعملات الحم تقوم بصلاة بصلاة الربيع وتجمعهم في ميكات تغذرهم على الصلشيات والميكات ترميهم في الكوكوت و في طنجرة و تشحرهم مزيان و هذه المسألة هي ضرورية أن المكوناس الحريرة تشحر منها تشحر تعطي واحد للتزوينة و منها تبدو تشحر فيها تطلع لكم الريحة الحريرة هنا خلط المكوناس و نضيف القياس الملحة بسم الله أنا كنفضل القصفر يعني سباكين بعد السيدة سوف تشحروا في المجمد لكن انا كنفضل الريحة الحريرة يبقى عطري يعني السيدة التي تقول لكم لا سوف تخسر لا تجيب الريحة تغسله مزيان تقطره من الماء و تجعله حتى ينشف تماماً مني ينشف تلوي في واحد المندي الوراقي او لا تلوي في واحد الزيك و تديره في تلاجة سيبقى حتى خمسة عشر يوم هنا سنعبر لكم القياس العطري سنضيف معلقة كبيرة كبيرة انا عمرتها سلفا يعني لا نزيد المطس سنضيف معلقة فقط ساعة سيدة مني قطيب الحريرة ديالها قطيب الحريرة و نضيف قطيب الحريرة و نضيف لديك اضفت قطيب حريرة و لا تضيف و لا تضيف فقط قطيب الحريرة و لا تضيف قطيب الحرير و نضيف قطيب الحرير و نضيف و نضيف قطيب الحرير و نضيف و نضيف و نضيف قطيب الحرير و نضيف و نضيف و نضيف بالنسبة لما الناس قطيب الحريرة سيدير مطلوب يومين و ثلاثين في تلاجة ف قطيب لا تضيف قطيب الحرير في نظار لأن خصوصا لكي يجب يدخل الحرير لا تتوجد لا تضيف و ينتمي حامضة ليس الشيطة و لا تضيف قطيب الحرير قطيب الحرير سوف نضورها والبقية تحتفظ بها بحلاكك بالنسبة للتطوير الحريرة فانا عندي قياس كاس العنباء اضفت لها معلقة من العجون الطماطم التي أسبقناها و تذكرناها في المقادر ونضف لي بشوية سكينجبير او لك اضيف الفلفل اسود و انا افضل سكينجبير على البزار الفلفل اسود مر شوية فقط سوف نضيف مقونات لذلك سوف نضيف الحريرة هنا سوف نقص النار و تبدأ و تضيفه و سوف نضيف تطوير الحريرة و اروح الحاجة و نضيفها مع القادية الزبدة و لا يضيفها مع القادية السمن لذلك لا يقدر السمن ممكن يقوم بها و خصوصا لك ان الزبدة يكون أحسن لا يمكنك تضيف الزبدة من نوع الممتنس سوف نضيف الحريرة سوف نبدأ بسم الله النار مهيلة و نحن نحركه مثلا مقفوش نعود نذكر قياس العنباء نحركه و يرب العقل و لا نضيف الحريرة سوف نحركه و في الأول سوف نحركه لذلك الدقيق لا يضيف الحريرة يتكلل في الحريرة دائما سيدا و ترى الملح و ترى الملح و ترى القياس الملح نقص على النار و نضيفه 20 إلى 25 دقيقة طيب لدينا الدقيق مزيان هنا مني نحسه في الدقيقة طيب سوف نضيف الشعرية واحدة جمعة لقد ترى الشعرية و تكون رقيقة بزاف ثم سوف نضيف شعرية السفة سوف تكون رقيقة سوف نضيف ثم سوف نضيف و تكون الحريرة و يكون تكون تكون أفضل هادية و يكونوا بيئنين في الحريرة تضيف ثم سوف نضيف تقريبا 21 إلى 25 دقيقة و نضيف حريرة السفة ثم نضيف تقريبا اضافتها بالنسبة لبنات اللي جاتوا معاقلة بزاف يجدوا شوية ديال الماء والعكس اللي جاتوا مخفيفة قيعوا بديف الوحد وحد جمعاء القضية للطقيق تدروا لهم شوية ديال الماء كيضيفوهم نتمنى ان شاء الله ان هذه الوصفات هي ما يجبوكم بالنسبة للعطرية فقدروا فوحد القرعة ديال الزاج انا دائما نفض الغداني للعطرية في القرعة ديال الزاج كنس الدوكم وتعافر بلاكر سيد الموقتيب و تحضر الحريرة و تأخذ منها جهة قياس و تحضر المعرقة هذا القياس هذا اخذنا واحد القياس معرقة كبيرة و تنقدمها بسحورة حارة الجلدية باستفاد الحريرة و ان شاء الله نشكر علي ان البنات تجربوها و عاود تجربوها و عاود تجربوها و عاود تجربوها الحمد لله و عشباتهم نتمنى ان شاء الله الفيديو يجبكم إلى حلقة مبينة بحودي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة